السلام عليكم يعطيكم العافية كتير من السيدات بحاول يشتريوا أغلى أنواع المنتجات الطبيعية للحفاظ على بشرتهم شبابية وحيا فيها نظارة وحيوية ولكن المنتجات الطبيعية لما تشتريها من العطار بتكون تحتوي على مواد كيموية وغير أصلية فتحصل على نتيجة عكسية في هذا الفيديو إن شاء الله راح أفرق ما بين نوعين من أنواع الزيوت اللي هو زيت جنيل القمح الأصلي ما بين زيت جنيل القمح المخشوش واستخراج زيت جنيل القمح مني حوالي 6 ساعات إن شاء الله تستفيدوا من هذا الفيديو لما تشتري من العند العطار تحاولوا تشتروا الأصلي هذا هو زيت جنيل القمح الأصلي بكون لونه برتقالي مش أصفر برتقالي وريحته ريحة نفاذة ومائل بكون تقيل في شوية لزوجة زيت جنيل القمح بكونش سائل في شوية لزوجة هذا هو شايفين كيف اللون برتقالي وفي شوية لزوجة وريحته نفس رائحة العجين فيه له رائحة عجين هذا هو زيت جنيل القمح الأصلي أما بلك تعرف زيت جنيل القمح المغشوش هذا هو زيت جنيل القمح المغشوش لونه أصفر وباهت ومالوش ريحة نهائيا وسائل كتير لما تشايفين هذا زيت جنيل القمح المغشوش وهذا هو زيت جنيل القمح الأصلي شايفين الفرق يا إخوة شايفين الفرق يا أخوات إن شاء الله تكون استفدتم من الفيديو ولما تشتروا الزيود من العطار بتكونوا فاهمين وعارفين إنه زيت اللي أنتو بتشتروا إذا كان أصلي ولا مغشوش ها فينه لون البرتقالي بيكون لازج شوية وريحته نفس رائحة العجين زي الناس اللي بيعجنوا إن شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو وأي سؤال أو استفسار أرجو الكتابة في خانة التعليقات شكرا لكم شكرا للمتابعة